في أول ملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار نتابع ملف العلاقات الأمريكية المصرية إذ طارت رسائل غزل أمريكية إلى القاهرة التي واجهت على مدى الأشهر الماضية موقفا غامضا من جانب البيت الأبيض وديبلوماسية إدارته الرسائل التي تمثلت بإنفادي صفقة F-16 والإبقاء على المعونة العسكرية تبقى بحاجة إلى مزيد من الخطوات العملية واللقاءات التي ترسخ العلاقة الاستراتيجية الأمريكية المصرية بما يكفل إعادتها إلى مسارها هذا الملف نفتحه مع ضيفين معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة والخبير في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي ومعنا أيضا من واشنطن الخبير في السياسات الأمريكية الدولية في معهد كيتو دوغ بانداو مرحبا بكم دكتور طارق سبدا معك مساء الخير قرار رفع التجميد عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البعض يقول أنه ليس مستغربا وأنه الأمر الطبيعي أن تستمر هذه المساعدات لأن هذه المساعدات مربوطة باتفاقات ومعاهدات بين البلدين البعض الآخر يقول ربما هذه السياسة سياسة التلويح بهذه المسألة أمام مصر خاصة بعد أحداث الثلاثين من يونيو لم تفلح وبالتالي الإدارة الأمريكية أدركت في نهاية المطاف أنه لابد من إعادة هذه المسألة هل ترى شيء غريب شيء مفاجئ سواء في القرار نفسه أو في توقيت هذا القرار الأمريكي يعني هو ليس مستغربا على الإدارة الأمريكية أن وصلت إلى تقييم استراتيجي على مستوى الدولة أن ما جرى ويجري في مصر وتحول بصورة أو بأخرى تحول سياسي وديمقراطي وأن هناك حرص على التعامل مع مصر بصورة مباشرة وعدم اتباع سياسة النصف حل وشبه خيار التي اتبعتها الإدارة الأمريكية بعد 30 يونيو والتعامل بصورة غير مباشرة في إطار خيارات توفقية تعلم جيدا أن هناك طوال الفترة الأخيرة كان هناك تفاعل وتجاوب مع الحركة المصرية كان أخيرها زيارة جون كيري في المؤتمر الاقتصادي وتصرحاته المباشرة لكن خليني أقول في نقطة مهمة أوي أن هناك طيار يتنامى في مؤسسات الكونغرس الأمريكي سواء في اللجان المتخصصة أو حتى على مستوى البيت الأبيض نفسه دعم للحالة المصرية وأنت تعلم أن هناك طيارات متصرعة داخل الإدارة الأمريكية كانت تنظر للحالة المصرية أو الإجيبشن السيت على أنها كانت حالة مختلفة عليها ما بين المستشاريين وما بين CIE ووزارة الخارجية وبين كثير من دوائر مراكز القوى في الولايات المتحدة اليوم أعتقد أن هناك طيار داعم فرض نفسه خلال الفترة الأخيرة على دعم مصر وضرورة ترجمة الأمور إلى واقع مباشر في هذا الإطار هناك نواب في الكونغرس طالبه بأن يقوم السيسي بإلقاء خطاب في الكونغرس والتعرف على الولايات المتحدة الأمريكية ونقل رسائل مباشرة طبعا كان هناك بيوت خبرة داعمة للتحول المصري هناك أصدقاء لمصر في الكونغرس وهناك شركات عديدة استطاعت أن تقدم صورة جيدة على التحول السياسي في مصر على أي حال بعيدة عن التفاصيل أنا أعتقد أنه بعيدة عن أن المساعدات فيها جزء التزام بمعاهدة السلام بمصر وإسرائيل لكن اليوم في جزء حقيقي يترجم على أرض الواقع من حرص أمريكي على التواصل مع الحالة المصرية وليس بمستغرب أن تتم دعوة السيد الرئيس السيسي إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة طيب سأنتقل إلى ضيفنا من واشنطن السيد دوغ بانداو سيد بانداو مرحبا بك معنا من جديد قرار رفع التجميد عن المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر هل تم لأن أسباب هذا التجميد انتفت ولم تعد موجودة أم لأسباب أخرى برأيك؟ أعتقد بأن ما حدث هو أن الإدارة قد تحركت للوضع الأمريكي الذي كان من قبل وهو طبعا الاهتمام بالوضع الأمني في مصر والتركيز عليه إذا نظرت إلى العلاقة المصرية الأمريكية وذلك بالعودة ليس فقط إلى زمن مبارك ولكن إلى زمن السادات أيضا كانت الولايات المتحدة تركز أكثر على القضايا الأمنية ووافقت على أن لا يجب النظر إلى المعايير للحقوق الإنسان وغيرها لذلك فطبعا كان هناك رد غامض بعد تولي الرئيس السيسي وبعد سقوط مرسي وحاولوا أن يعادلوا هناك بين حقوق الإنسان وبين القضايا الأمنية وما قرروه بعد ذلك هو أنه بعد كل ما حدث في اليمن وفي ليبيا وفي كل المنطقة فهم الآن يريدون أن يعودوا إلى علاقة قوية مع القاهرة لذلك أعتقد أن هذه السياسة كانت على مسار في مدى طويل ولكن طبعا قضايا حقوق الإنسان تبقى وما تفعله واشنطن هو تنحيتها جانبا وهي ليست أساسية بالنسبة للعالم نعم ولكن كيف تبرر الإدارة أمام الكونغرس أو أمام الرأي العام قرار رفع التجميد كان هناك أسباب وضحتها الإدارة لفرض هذا التجميد قبل فترة الآن هل هذه الأسباب لم تعد موجودة كيف يبرر الرئيس أوباما وإدارته قرار رفع التجميد إذا كانت الأسباب من وجهة نظر واشنطن مازالت موجودة هناك الآن خطبان أو تصريحان الأول يتحدث عن رفع التجميد بعد ذلك الانقلاب يقولون بأن هناك انتخابات وبأنه ستكون هناك انتخابات تشريعية وحينما طبعا يكون هناك قضاء عادل وغيره ومصر يقال بأنها قد عادت إلى درجة من حكم ديمقراطي نوعا ما والخطاب الثاني هو طبعا براغماتي أو واقعي فالإدارة غيرت موقعها لقد أدركوا بأن قطع المساعدات لم يشكل أي تغيير في سياسة القاهرة وأنه لن يفعل ذلك في المستقبل وبالنظر إلى الظروف الحالية فإنه يجب أن تكون هناك علاقات قوية بين القاهرة وواشنطن وبسبب هذا فإنهم سيتحركون عن تلك السياسة القديمة ولكن أعتقد بأنهم يحاولون الآن أن يغيروا لأنهم قرروا بأن أدركوا بأن قطع تلك المساعدات لم يساعد ولم يحدث أي تغيير على الأرض ولذلك فإنهم غيروا طريقة تعاملهم وطبعا هم يلقون دعما من الكونغرس في ذلك وهذا مفهوم طبعا من قبلهم هذا سياسي وهو جيو سياسي ويتعلق بالقضايا الأمنية كل هذه معا في هذه اللحظة دفعتهم إلى هذا الموقف دكتور طارق ما رأيك؟ ربط المساعدات بمسألة المسار السياسي والإصلاحات كما اشترطت الإدارة الأمريكية في بداية الأمر الآن رفع هذا التجميد هل هذا دليل على براغماتية كما قال السيد بانداو أم ربما دليل على نوع من الارتباك أو حتى التخبط أو استذاجة حتى في سياسة الإدارة إذا هذه المسألة؟ يعني أنا أعتقد في جزء من هذا قد يكون الأمرين يعني الولايات المتحدة حينما وضعت شروط للتعامل مع الحالة المصرية سواء الالتزام بالنهج الليبرالي وإجراء انتخابات وفتح قضايا الحقوق والحريات والنظر إلى قضايا المجتمع المدني وغيرها من الأمور التي طالبت بها الولايات المتحدة في فترة معينة بعد 30 يونيا ولكن المشكلة اليوم ليست بهذه الصورة الآن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة مباشرة إلى مصر وحاجة إلى دور مصري لضبط كثير من الأمور المختلة في المنظومة هذا ليس يعني كلاما عام بنقوله لأننا مصريين لكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى ضبط إقاع من خلال الشرقاء المباشرين هناك لابد أن نسلم برغم كل السخافات الأمريكية في مراحل سابقة سواء كان في تجميد الأباتش في مراحل تجميد منورات النجم الصاطع وغيرها من الأمور التي تعلمها تفاصيل العلاقة اليوم هناك حاجة برجماتية نفعية مصلحية لولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الحالة المصرية ومع النهجة المصري مصر تقدم الآن نموذج المفترض لولايات المتحدة الأمريكية تعيد كراءة علاقتها المباشرة مع مصر في هذا الإطار يجب أن نلاحظ أن هناك دعم مباشر لمصر حفاظا على جزء من أمن إسرائيل أنت تعلم أنه تم الإفراج عن صفقة الأباتشي والتعامل معها لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء وبالتالي في مراحل معينة قال السيسي مباشرة للإعلام الأمريكي أن المصرين لا ينسوا من وقف بجوارهم وفي إشارة كانت مهمة أوي إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى من وقف معها بعد 30 يونيو اليوم في حاجة مباشرة وحاجة ومتطلبات مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مصر والتعامل مع الحالة المصرية يجب أن نسلم أن فيه جزء من هذا التزام أمريكي بمعادة السلام بأمن إسرائيل النقطة المهمة أيضا في هذا هو دور مصر في الاستراتيجية الأمريكية يا سيدي مصر تحتل المساحة كبيرة في الاستراتيجية الأمريكية في مراحل معينة كانوا ينظروا لمصر أنها دولة محورية اليوم فيه تغيرات في المنطقة تغيرات جوهرية وحقيقية وأنت تعلم أن هناك خلافات أمريكية خليجية بشأن ما يجري فيه عصفة الحزم بصورة أو بأخرى برغم كل ما يقال على لسان المسؤولين الأمريكان من دعم أمني ولوجستي ومعلوماتي وغيره للسعودية والاتحالف العربي لكن هناك مساحات من الخلافات اليوم هم يريدون أن يعودوا إلى جانب من الحلفاء المنطقة تتغير فهم يشعرون جيدا أن الأطراف الرئيسية السعودية تتغير ومن حق السعودية أن تغير سياستها وفق مصالحها المباشرة ومن حق المصريين أيضا أن يغيروا وبالتالي هناك قناعة أمريكية بأن الشرقاء الكبار في المنطقة السعودية مصر لديهم أيضا هواجس من اللحظة التالية هناك هواجس خليجية كما تعلم من أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وبين إيران وهناك هواجس أيضا مصرية عديدة من التعاملات الأمريكية مع إسرائيل وفي مزء من هذا مرتبط بتعاملنا نحن كمصريين مع الجانب الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تعيد تقييم الوضع السياسي والاستراتيجي في جزء منه هي تشعر أن مصر تعيد بناء سياستها ودبلوماسياتها رفع شعار تعارف القاهرة السيسي ترفع شعار ندية في العلاقات الدولية وبالتالي تحرك مصر تجاه الشرق تجاه روسيا تجاه الصين تجاه الهند اليابان كل هذه رسائل الولايات المتحدة لعلهم أدركوها مؤخرا بأن مصر لديها القدرة على أن تكون لا في مراحل معينة وفق الحسابات وتقديرات الشعب المصري بالأساس اليوم الرأي العام في مصر صانع رئيسي في مجال السياسة الخارجية والسيسي لا يتحرك في فراغ سياسي أساس يتحرك من صورة شعب وإرادة شعب دكتور طارق فقط حرصا على الوقت قد نعود إلى مسألة ربما الانفتاح المصري على دول أخرى مثل روسيا والصين وهذه الأمور ولكن دعني أسأل السيد بانداو أنه البعض حقيقة ينظر إلى التغييرات التي تجريها إدارة أوباما في سياساتها حتى على المدى القصير على فترات قصيرة البعض يقول الرئيس أوباما وإدارته يتخذوا سياسات أو يمضوا في سياسات معينة يكتشفوا بعد فترة قصيرة بأنها لم تفلح البعض يتحدث فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر البعض الآخر يقول سوريا هي أفضل مثال المسؤولون الأمريكيون صدعوا رؤوسنا حقيقة منذ فترة منذ بداية الأزمة السورية فيما يتعلق بأنه أيام الرئيس الأسد معدودة ثم يظهر السيد كاري قبل فترة يقول أن المفاوضات لا بد منها وهي مسألة لا مفر منها مع النظام السوري هل هذا يدل على إعادة تقييم للإستراتيجيات والسياسات الأمريكية أم يدل على أن الإدارة حقيقة لا تعلم تماما ما الذي تفعله أعتقد بأن الإدارة تعلم ما تنوي أو ما تريد أن تفعله ولكن ما وجدته هو بأنها لم تستطع أن تحقق ذلك لذلك بالنسبة إليها فإن هي تغير سياستها ولديها الإرادة في ذلك وهذا شيء جيد ربما لم تستطع أن تفعل ذلك وهي طبعا تحاول أحيانا أن تتحرك كما لو أنه لم يحدث أي تغيير ولكن أعتقد أنه إذا نظرنا إلى سوريا فإن ما قررت الإدارة هو أن أولويتها الأولى هو التعامل مع التنظيم داعش لذلك فالتركيز على داعش وطبعا باستعمال القوة الكبرى في سوريا وكان نظام الأسد هو الخطر الأكبر هناك ولكن الآن الإدارة الأمريكية قالت بأن هناك أولوية أخرى وهي القضاء على داعش ثم إنهم قبلوا الآن وهم الآن مختارون ما إذا كانوا سيتفاوضون مع الأسد ولكن أعتقد بأنهم استنتجوا بأنهم لا يستطيعون في الوقت ذاته القضاء على تنظيم داعش والقضاء على سلطة أو نظام الأسد وأعتقد أن شيئا نفسه يتعلق بمصر لقد شعروا بالضغوط برفع تقديم المساعدات بعد الانقلاب وقالوا إنه يجب أن تعود الديمقراطي إلى هناك ولكنهم أدركوا بأن ذلك لم يكن له أي تأثير ولأن الأشياء الأخرى التي تحدث هناك فإنهم كما قلت أعادوا تقييم السياسة ووضعوا أولويات أخرى هذا يظهر بأن هذه الإدارة متخبطة ولكن طبعا سياسة الخارجية تظهر بأنها سيئة وانظروا ما حدث إلى سوريا فيما يخص السلاح الكيماوي وهم طبعا ظهروا بضعف شديد هناك ولكن أنا أقول رغم هذا فإنه من الجيد بالنسبة للإدارة أن تدرك إخفاقها بدلا من أن تبقى تمارس السياسة دائما تؤدي إلى الفشل ولا تغيرها لذلك على الأقل هم مستعدون لإعادة التقييم والتغيير حتى ولو أنهم اعترفوا بأنهم أخفقوا شو رأيك دكتور طارق إدراك الخطأ بسرعة أفضل من الاستمرار عليه كما يقول السيد باندهو أعتقد المراجعة في حد ذاتها شيء جيد للولايات المتحدة المطالبة أن تعيد أوراق تقدمها إلى مصر الدولة والشعب لأنك أنت في مشكلة حقيقية وهو أن المصريين يتعاملون الآن مع الدعم الأمريكي أو المساعدات على أنها أمر تجاوزنا بصورة أو بأخرى وهناك بداء الأخرى في موضوع المساعدات سواء العسكرية أو غيره وجزء منه مرتبط بأن المصريين أصبحوا لديهم منافس كثيرة للحركة الدولية والإقليمية الدبلوماسية المصرية أعادت تقييم نفسها وأعادت تقديم أوراق عديدة لمناطق أخرى من العالم هذا ليس معناه تفكيك التحالف الأمريكي المصري بصورة كبيرة هناك شراكة أمنية وسياسية طويلة ممتدة عبرت عنها معاهدة السلام لكن المشكلة في الجانب الآخر الجانب الأمريكي من المفترض أن يتفهم طبيعة الدور المصري الآن ومراحل التحول الحقيقية التي تجريها القيادة السياسية في مصر ويمكن أنا أشارتي إلى أن هناك بعض سنترز فيه بعض دوائر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يتفهموا هذا وبدأوا يوجهوا رسائل مباشرة صحيح أن الأصوات لا تزال في مراحلها الأولى لكن هناك قناعة بأن هذا البلد بلد كبير وبلد محوري ومن الضروري التعامل معه والتنازع بشأن الحالة المصرية وما وصلت إليه من إنجازات يقتضي التعامل معه لأن الإدارة كما تعلم بكل المعايير هي إدارة مرتبكة ولم تحقق إنجازات في كل الملفات ارتبكت في العراق وفشلت في سوريا نتيجة لأخطاء متضربة في السياسات ولم تنجي شيء في تاريخ إسراء العرب الإسرائيلي برغم كل الجوالات التي قام بها جون كيري في المنطقة فاليوم حينما تقوم الإدارة بمراجعة تعاملتها مع الحلفاء الطبيعيين سواء كان مصر أو السعودية هذا شيء جيد وأنا أعتقد أنه سيستكمل بمزيد من الخطوات لكن هناك ما بين السطور وتحت السطور وفوق السطور نوايا أمريكية وأفكار أمريكية وتصورات أمريكية مرتبطة أيضا بإعادة قراءة المصالح الأمريكية في مصر وفي منطقة الخليج وأيضا للحفاظ على أمن إسرائيل أولا وأخيرا في كل هذه المنظومة الإقليمية والدولية معا سأسأل السيد بانداو عن كل هذه المسألة البعض يتحدث عن إخفاق أمريكي ذريع خلال فترة إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديدا قبل ذلك دعونا نستعرض بسرعة بعض التعليقات من أساد المشاهدين سامي حجاج يقول الانفتاح الأمريكي على مصر يعني تأكد واشنطن أن القاهرة باتت قوية إقليميا ودوليا عبدالله أبو زيد يقول انفتاح مصر على الشرق وخاصة روسيا يجبر أمريكا على عدم إغلاق باب التعاون معها ناصر عبد الحارث يقول السياسة الأمريكية تغيرت في المنطقة وأعادت حساباتها مرة أخرى هاشم عباس يقول الأوضاع الأمنية المضطربة في المنطقة اجبرت واشنطن على تغيير سياستها تجاه مصر أخيرا أحمد محرز يقول مصر أبرمت صفقات سلاح مع روسيا وفرنسا مما أجبر واشنطن على رفع تجميد المعونة العسكرية سيد باندو مسألة انفتاح مصر على دول أخرى مثل روسيا تحديدا مثل الصين ربما دول أخرى هل هذا شكل عاملا في الضغط على إدارة الرئيس أوباما للتراجع عن بعض هذه السياسات والحفاظ على العلاقة التقليدية التي ربطت واشنطن بالقاهرة على مدى السنوات والعقود الماضية نعم نعتقد بأن هذا كان أحد العوامل أعتقد بأنه كان مهما جدا بمعنى أن روسيا لديها طبعا مشاكلها الاقتصادية الخاصة بها وهي ليست طبعا روسيا طبعا هي مصدرة كبيرة للسلاح وإذن مصر لديها طبعا قسم كبير من الأسلحة وهي أمريكية وطبعا هناك أفضلية لأمريكا ولكن الإدارة الأمريكية أدركت بأن مصر بأنها تريد أن تعمل مع دول أخرى ولذلك وضعت كل ذلك مع حقيقة بأن مصر تظهر بأنها مستقرة سياسيا وأنها تأخذ دورا إيجابيا في ليبيا وهي تهتم بالعمل مع المملكة العربية السعودية والدول الأخرى في المنطقة وفي اليمن حينما تضع كل هذا معا فإن العلاقة مثلا العلاقة بين مصر وإسرائيل وأهمية قناة السويس كل هذه الأمور حركت الإدارة ولا أعتقد بأنه كان عاملا أو نقطة واحدة ولكن يمكن أن تضع هذه النقاط كلها وطبعا روسيا كانت التقارب مع روسيا كان أحد العوامل ومع سوء العلاقة بين واشنطن وموسكو ولذلك فأمريكا لا تريد أن تفتح أبواب لموسكو على مصر نعم سؤال الدكتور طارق وأيضا أود أن أسمع من السيد باندهو إلى إجابة ربما عنه ما طرحته قبل قليل مسألة هناك شعور لدى الكثيرين في هذا الجزء من العالم على الأقل بأن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس أوباما حقيقة أخفقت على مستوى السياسة الخارجية فيما يتعلق بملفات هذه المنطقة مسألة ما يجري في سوريا في العراق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التعامل مع الربيع العربي كله بشكل عام ما رأيك دكتور طارق؟ هل بالفعل هذه الإدارة لم تحسن التعامل مع أي من هذه الملفات باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الموجودة اليوم في العالم؟ يعني أنا أعتقد أن الإدارة فعلا تعصرت في التوصل إلى تفاهمات في الملفات العربية سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في التعامل في أسراء العرب الإسرائيلي واقعيا أنك أمام إدارة قدمت أفكار كثيرة ومقترحات لكنها لم تنجز شيء وأذكر حضرتك أن أوباما ذكر في الأمم المتحدة في خطابه الأخير في الجمعية العامة أن ما تبقى من عمر إدارته سيتم التركيز فيه على الملف الإيراني وعلى أسراء العرب الإسرائيلي ولم ينجز في هذا ولا ذاك ولا تزال المفاوضات بصورة أو بأخرى مع إيران يعني في حاجة إلى توصيق والوصول إلى تفاهم مع الجانب الفلسطيني متوقفة في سوريا كر وفرما بين دعم وعدم دعم المعارضة أو في العراق حدس ولا حرك فبالتالي هذه الإدارة اليوم حينما تبدأ مراجعة ذاتها في بعض الملفات أو استدعاء الحلفاء التقليديين لها سواء مصر أو السعودية أنا أعتقد نتيجة لأن أصبحت مصر والسعودية لديهم أوراق ضغط كثيرة للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية مصر استطاعت أن تحدث اختراق في المواقف الإقليمية والدولية وأصبحت مقبولة وما فيه النطاق الإقليمي سواء في الملف السوري القاهرة ترتب لقاء معرضة في مصر في إبريل خلال هذا الشهر هناك قبول بدور مصري في العراق أيضا في اليمن في الخليج كل هذه أوراق تملكها القاهرة وتستطيع أن إن أرادت أن تلوح بيها عند الضرورة وتستخدمها فأعتقد أن الإدارة الأمريكية سعت في اللحظات الأخيرة لحسم الصراع على الحالة المصرية والتعامل مع المصريين بهذه الصورة لكن أيضا في جزء منه إدراك إلى أن مصر تتعاون أيضا مع إسرائيل وفق معاهدة السلام وهناك سلام مستقر وآمن وهناك طبعا تعاون كبير وفق للمعاهدة فبالتالي كل هذه الأمور يترجم بتحرك أمريكي مباشر تجاه مصر ومراجعة سياستها بصورة أو بأخرى سيد بانداو ما رأيك سياسة الإدارة الحالية فيما تعلق بملفات المنطقة البعض يقول أن الإنجاز كان صفرا كبيرا ما رأيك نعم طبعا إدارة أوباما كان لديها العديد من الإخفاقات ولكن علينا نقول بأن إدارة بوش كانت ليس فقط صفرا ولكنها كانت تحت الصفر لذلك أعتقد بأن غزو العراق كان طبعا كارثيا وأدى إلى كثير من المشاكل التي نراها اليوم من بينها ظهور داعش لذلك فالحديث عن إخفاق الإدارة هذا ليس فقط إدارة أوباما أعتقد بأنه إذا نظرنا إلى ليبيا هذا أيضا كانت سياسة تحولت إلى أمر سيء جدا وسوريا طبعا كانت إخفاقا شاملا وذلك بمحاولة إسقاط الأسد بحركة عسكرية ولم يكن أي دعم من الشعب الأمريكي لذلك ومحاولة طبعا دعم الديمقراطية في مصر كل هذا لم يتلقى أو لم يحدث فيه أي نتيجة إيجابية وطبعا بين إسرائيل وفلسطين فإن له لا ينظر إلى أمريكا بأنها الوسيط النزيح لأنها دائما متحالفة مع إسرائيل فإنه من الصعب جدا أن يحرك مسار السلام كل هذه الإخفاقات حدثت تحت إدارة أوباما ولكن أعتقد بأنه سيذهب إلى بملف ثقيل من الإخفاقات وخاصة في الشرق الأوسط وسيرونها الكثير بأنها كانت إخفاقات وبأنه لم يكن شيئا جيدا على الإطلاق شكرا جزيلا لك السيد دوغ بانداو الخبير في السياسات الأمريكية الدولية في معهد كيتو كان معنا مباشرة من واشنطن وشكرا لضيفنا من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة والخبير في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط